دعنا نذهب إلى البيدان مكسيم في شكل عام المساعدات الإنسانية ألمانيا ساهمت نعم مكسيم دعنا نطرح هذا السؤال ربما على مراسلنا من موسكو محمد حسن الذي انضم إلينا وأيضا انضم إلينا مجددا شوقي أمين من كيف لكن سؤالي لمحمد حسن في موسكو محمد يعني هناك خبر يقول أن أسطول البحر الأسود الروسي تحدث أن 80 عسكريا أوكرانيا استسلموا خلال السيطرة على ززيرة الأفعى وتم نقلهم إلى القرم بل معلومات المتوفرة لديك حول هذه التفاصيل نعم هذه المعلومة فعلا وردت من نشرة وزارة الدفاع بالإضافة إلى هذه المعلومة وردت معلومة بأن القوات الروسية تسيطر بالكامل على مدينة ميلي توبل هذه المدينة موجودة في الأرض أو الجزء القاري من الدولة الأوكرانية شمال شبه جزيرة القرم ولكن هذه المعلومات ترد من الطرف الروسي نظرنا إلى وسائل الإعلام الغربية من نفس جزيرة الأفعى هذه هناك بث شريط لمحادثة بين السفن الحربية الروسية مع خفر السواحل الأوكران الذين يقولون لن نستسلم وسندافع وسنقاوم بالإضافة إلى ذلك الطرف الأوكراني يتحدث بأن الطرف الروسي لم يسيطر على أي مدينة في أوكرانيا حتى الآن بالإضافة إلى هذا نشرة وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن أسقاط طائرات أوكرانية ومروحيات أوكرانية وتقول أنها لم تفقد أي طائرة إذا نظرنا إلى نشرة الدفاع الأوكرانية الصورة مغايرة تماما وتتحدث عن أعداد من المقاتلات الروسية أسقطت حسب الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين يرون أن هذه النشرات والمعلومات المتضاربة هي امتداد لهذه الحرب الميدانية ترجمة نانسي قنقر